وهنا يمكن اسمح لي فخامة الرئيس ان انا يعني اوذكر كل الحاضرين بكلمة حضرتك اللي قلتها في 2014 اللي قلت ان يعني ان المخطط كان ان سينة تبقى كتلة ارهاب وتطرف وان محدش بعد كده يقدر يتخلص من هذه البقعة مع انها تتحول الى مركز الارهاب وحضرتك اكد لكل المصريين ان المعركة مش هتقعد اسبوع ولا اثنين ولا شهر ولا حتى سنة موضوع سيبقى مستمر ولكن في نفس الوقت حرك اكد ان لن يستطيع احد ان يكسر ارادة المصريين ولن يستطيع احد ان يفصل سيناء عن مصر وقلب الدولة المصرية وعشان كده الدولة المصرية في هذه المرحلة كان لديها خيارين الخيار الاسهل ان احنا نركز فقط على حرب الارهاب ونعبق كل جهود الدولة للقضاء على الارهاب وبعد ما نخلصه نبدأ نفكر في عملية التنمية ولكن كان قرار السياسي من سيادة الرئيس ان احنا نمشي بالتوازي وناخد الخيار الاصعب والاعقد ان بالتوازي مع القضاء على الارهاب تبدأ عملية التنمية وتنمية حقيقية لم تشهدها سيناء في تاريخها ترجمة نانسي قنقر